الرئيس الأمريكي جو بايدن يتصل به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبدأ المناقشة التليفونية على مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة أهمية النحول جميعا دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي وأظن إحنا شفنا مشاهد لمسألة كيفية اتساع هذا الصراع البعض كان يشكك في هذه النظرية أو في هذا التصور أو في هذا الأمر لكن عمليا بدأ يحصل خلال الأسبوع اللي فات خلال عشر تيام فاتوا إحنا شفنا أنه بدأت تتفتح جباهات ويتسع الصراع إذن لازم نلحق نلم الموضوع قبل ما يتسع أكثر من ذلك ويصبح أكثر فداحة فمش بس هيهدد المنطقة وهو هيهدد العالم العالم لا يستطيع تحمل صراع واسع في المنطقة العربية والشراق الأوسط هنا أكد فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الواضح بضرورة واحد خد بالك بقى هنا التوصل لهدنة إنسانية فورية ما إحنا كان عندنا الاجتماع أول مبارح جلسة طريقة للجمعية العامة طب الجمعية العامة صوتت بأغلبية 120 صوت لوقف القصف على غزة على سبيل الهدنة الإنسانية هل فوع إلى القرار؟ لا ليه؟ لأنه واشنطن مش عايزة تفعله فالرئيس النهاردة في حديثه مع جو بايدن أكد على الوقف الفوري لهذا القصف ليه؟ الكلام أكيد ليه منطق طب ليه؟ لتعزيز الجهد المكسف اللي بتقوم بيه مصر بالتعاون مع المنظمة الأممية مع الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية معي مصر قعدت مع فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا في عواصم قرار أكبر من كده في أوروبا حلو قوي وقعدت مع الولايات المتحدة الأمريكية تليفونية وبالطبع قعدنا مع المجموعة العربية الرئيس بقوله على رأس الحديث وعلى رأس هذه الجهد المتحدة لأن احنا عاوزين نوصل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة ده ده بادئ دي بدء ده أول حاجة بعد كده هنبدأ نكمل هنا بقى بيتوافق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو تحديدا بيتوافق بايدن مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكسيف الجهد لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع اللي بيتعرضوا لمعاناة هائلة طيب في نفس هذا الاتصال تطرق الرئيسين أو القائدين لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بالتحديد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تاني يأكد الموقف التاني هنا بقى اللي هو الموقف المصري الثابت برفض قاطع للسياسة العقاب الجماعي رفض قاطع للتهجير وأكد مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية انسوا قد بالك الرئيس بردو مبارح هو بتكلم المصر دولة ذاتة سيادة وقوية جدا وما فيش حد هيعرف يلمسنا زمان ويمكن أكتر من مرة مش مرة واحدة رئيس يتكلم على أنه إلا هيقرب لمصر هيتمسح من على وش الأرض هيتمسح مصر تقدر على كده؟ آه آه قوي دون أن نسهب القول آه جدا طيب الرئيس الأمريكي بقى في المكالمة خد بالك هنا أنت عندك رؤية شديدة الوضوح والحسم والحزم طب هل الرئيس الأمريكي هيتوافق معنا في ده؟ شوف أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة للنزوح الفلسطينيين بالمناسبة ده أول تصريح واضح من البيت الأبيض تحديدا من رأس البيت الأبيض رجل المكتب البيضاوي جو بايدن أول مرة يتقال نصا ونرفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم ليه تفتكر؟ لأن الجهد المصري الذي يبزل ما بين إقناع العالم مش بس بوجهة نظرنا ومش بس بعدالة القضية وعدم تصفيتها لا هو بالخطورة الداهمة لو حصل عكس ذلك وهنا بيعرب جو بايدن عن تأديره البالغ للدور الإيجابي اللي بتقوم بيه مصر والقيادة المصرية أي فخامة الرئيس في هذه الأزمة كده حضرتك فهمت عرفت ما حدث في هذه المحادثة أو هذه المكالمة التليفونية إذن مصر قالت مساعدات إنسانية حصل مصر قالت لازم نزود المساعدات ونسهل دخولها واستدامتها بايدن قال حصل أو هيحصل يعني عشان نبقى واضح برضو معاك ودقيق مصر قالت من اللحظة الأولى مفيش حاجة اسمها نزوح للشعب الفلسطيني ولا تهجيره ولا تصفية القضية وكان العالم كله وقف في وشنا بعد شوية بدأ الأوروبيين قدر لا بأس بي يتوافق مع الرؤية المصرية فكنا ننتظر يا طرأ هل طرأ رئيس مجلس قدارة العالم هيعمل إيه فالنهار ده قال من الآخر كده حاضر سؤال مصر قوية ولا مش قوية باللي احنا بنتكلم فيه ده طبعا مصر صاحبة أثقل وزن السياسي في المنطقة بالكامل أولا لأ طب يعني مصر بتقولها نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة ودي رؤيتنا وما فيش أي تنازل عن هذه الرؤية ولا أي نقطة من نقاطها فنلاقي إنه العالم بيقول طيب موافقين حاضر يبقى يا صاحبة أثقل وزن السياسي